موسيقى أزيد المسرور أنني معكم اليوم لقاء مع قناة أنفاس ومرحبا مرحبا يغطربنا اليوم مرحبا على الرسولين على سير الله موسيقى 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 الله موسيقى زمل جميل يا سلام موسيقى سي قطبة أين نعرف ألك واحد من نبدأ؟ شكونا هو قطب؟ قطب هو فنان كجميل فنانة المغاربة وفنانة العرب البداية دي منتا تكون من الصغر يعني في السن 11 عام أين نعرف الموسيقى لأنه ألقيت الوليد اللهم يرحمه ورحم جميع المسلمين كأجمعين أنه كان تعرف بكرة كان ذلك الراديو الكبير وفي دكتور ندسك مولفوق وكان الوليد مولوه بلغام وكلتهم ومعب الحالية وأنه بقي صغير دي سأتنسمع هذه الأغانية وهذا بدت تنحفظ ولو غير زائيا من القطاع التي تنسمعه في الصغر فهذا بدأت دخلت معي الريح للموسيقى يعني سكني شاءت الأقدار أنه في عشرة الوليد كانت يشري أخوان ديالي وذلك الألعاب قال لي عبد الحق أخواني أخواني كنت أخواني أخواني فقلني أخواني أخواني انتعرف لا تتعرف عمدت تعرفت مع أحد صديق في الحومة أمه يعمل المسرح دار الشباب الزرقتوني مع فرقة الأنوار المسرحية وقال لي عندنا التمرين اللي حضر معنا وقال لي حضرت معاهم وقال لي معاهم في التمرين أعجبني الودي للتمثيل أصدق الداخل المعاوم حقيت تربوكة وقال لي المسرح قلبتها لقد تلك الأعجاب الموسيقى أضبعتما وقالي تعمل الشباب والạn будет بالنسبة لديها سنةwo'27 نسألة السقر لمسرحة كانت في العGU Metal انMer المسرحة ما الان تفдж ol عندما تبventions وأنتعلم ومسرحة ومشيت الموسيقى ورجعت تانيل تربوكا دخلت الموسيقى دخلت الماعد البلدية في شهرية ماريز تم الموسيقى فإذا تنغني خدمنا مع أجواق مع حفلات صهرات يعني السيقاط ماذا تعزف هذه الآلة نقع الآلة الوتارية نقع الآلة الوتارية نقع الآلة الوتارية وإذا السيقاط نقع الآلة الوتارية والاتقال في المساويات والتربوكا باقي نعم وإنني كنت ملع بسبب الموسيقى وكانه في المدينة القديمة من مدينة العازفين عن التربوكا والساكسفة وكانوا تعزفون التربوكا بشكل رائي ونقل منهم ونرى كيف يزفون ويضرب الإقافة وبدأت أن نتعلم في إدابية تربوكة 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 بطن سرعة لا يوجد لعبة والفنانة التي تعملت معهم يعني إلا في التأليف أو في الكلمات؟ وإعداد الشعراء والمطريبين وفنانة تعمت معه كثيرا يعني المعروفين معروفين على سبيل المثال أو الحصر أستاذ محمد حاي صاحب يجرى ودينة تقريباً نشح من القصيدة الحين تالي الكاتب الشاعر الكبير بشعيب العمراني الشاعر الكبير كذلك والمميز سيمو حمد جزار الشاعر العلوي المدغري رحمه الله توفى بكورونا تهوية قصيدة جميلة وقد استنت في الكمبيكس اسمته وشاعر أحمد أولاد عملت معه بعض القطع كذلك فنان محمد بالقانية أهمال شاكر العدد العدد لك لا يحصل ونحن باقي نحن باقي بنفس الطريق ونعطيه ونخدمه بكل تواضيع نحن باقي كورونا في فترة كورونا في فترة كورونا كانت أيام صعبة وعشنا متوترة جدا 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 لأن كنا أولا لعبت عن نفسنا كنا متخوفين ونحن باقي كورونا ونحن باقي كورونا ونحن باقي كورونا كورونا كانت تأثير كبير على الفنان كانت تأثيره وفي نفس الوقت كانت درس كانت درس فعلا كانت درس يعني عشنا وضع موزري وفنان كل العصب زيان لأن الفنان يتعيش بالموسيقى تتخذ بها فطلات كبريات مساريح وكانوا كلهم مسدودين فإذا بهم مسكين ما بقى كلهم باع الألات دياله موسيقية كلهم باعها حتى تنعرف عدد فنان نبعوا الألات موسيقية لكي مسيكين يعيش والحمد لله الحمد لله الوقت نفسي تتتنفسي مع أنفاسي كذلك أنفاسي فعلا قالوا لي أنك قدرت واحد القطعة جديدة أي هذه قطعة مؤخرا صدر صدر الالبوم ديالها تقريبا أسبوع ما كاملش أسبوع لا يجب عليك لا يجب عليك لك لا يجب عليك لها إحساس كبير عن الأم أم الحنونة والأم يعني نصف المجتمع أو ربما المجتمع كله يل أم الأم يا أخي لها ضغر كبير كبير في المجتمع وقالوا لي أن يعني الفيديو كليب لي درته أن فيه صورة الأم أي صور اللي حتت فيهم ديال الوالدة تماماً كانت صور نواري بلون وأنا بقى صغير هزاني وبقاتي صغيرة وذلك تكبرت الصورة الأخيرة في الأخير تنبين الصورة الأخيرة بعد الوفد توفات وهذا وهذا هذه الأغنية في حقيقة كان لها صيد كبير لأن أنا أحلمت بالوالدة بالليل جاءت عندي وقالت لها ما توحشتيني شهور دي نتمرعو قلت لها وقلت وقالت لها يعني في الكتابة ديالي في الكتابة دي تنقول لها يعني أنا توحشتك ربما نسمي كيف يشبه كلمات ديالها وذلك شيء وليهود اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا احلى اسم في فمي يا احلى صورة قدمي انت السعد منايو احلمي انت الصدر الحنين الهمي انت الصدر الحنين الهمي انت الصدر الحنين الهمي انت الصدر الحنين الهمي كبرتي ورعيتي وخيفة على ذاتي في حركتي وفقوتي وصبر ديمة كبرتي ورعيتي وصهرت على رحتي يلوينة وخيفة على ذاتي وحركتي وحركتي وفقوتي وصبر ديمة يا احلى اسم في فمي يا احلى صورة قدمي انت السعد منايو احلمي انت الصدر الحنين الهمي انت الصدر الحنين الهمي لبيك يا امي ما تحلى ساعاتي كنت فراج الهمي في ايامي وأوقاتي بلا بيك يا امي ما تحلى ساعاتي كنت فراج الهمي في ايامي وأوقاتي الله الله رحمك يا امي على مدى السنين الله الله رحمك يا امي على مدى السنين ويرحم جميع امهات المسلمين ويرحم جميع امهات المسلمين ويرحم جميع امهات المسلمين ويرحم جميع امهات المسلمين لا 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 ما لديه شيء وصف يعني لأنني تتكبرك وتتردعك وتتراعيك وتتديك وتخرجك يعني جميل ما أقولك؟ أخذني التعبير أنا أريد أن أقولك بأنه أحسن حلم أحلمتي أحسن أغنية في جميع الأغانية تنتمنى من الجمهور المغربي الكريم أنه شجعني على هذه الأغنية ويستمع لها ويستمع لها ويحاول أن يوصلها لجميع المغاربة لأنها تتبقى في جميع الأماكن وخزانات المغربي ويجب أن تكون ألبوم أم لا كان هناك ألبوم ويجب أن تكون ألبوم في اليوتيوب ويجب أن يدخل يدخل في القناة قطب عبدالصنباطي على ذكر قطب عبدالصنباطي صنباطي رأى كنية دي الوالدة الله يرحمها كنية دي الوالدة اسم تولاتي تولاتي قطب عبدالصنباطي فهمتيني هذه القناة اللي يريد أن يدخلها جميل الحين دي نتمه إن شاء الله وليسي قطب الرجع للحقوق المجاورة ومع تقليل يعني أنك تنفست شوية الوقت وتحلل المسارح يعني أنك تستفت شوية الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال وهي المكتب دي الحقوق التأليف صراحة رغم أن كانت كورونا وذلك شيء كانوا يمتعوني ويمتعوني وليسي بذلك بالوقت ما ظهر لك في القانون الفنان الجديد ديال التغطية صحية؟ ديال 25-19 أو ديال التغطية الصحية صحابة الحقوق التقليل وحكم المجاورة لأنه كان أحد السراع وليسي بين الوزار التقافة ودك شيء اه التغطية الصحية كان أحد الخلط التغطية الصحية كانت تعضو ديال الفنان وكانت للاساة اساس فنان ترون من تعرف ما يكون في التعضو ديال الفنان لدينا ونصنع الفنانة ونصنع الفنانة لتقييدها ولكننا لدينا أجل الفنانة فهذا يجب أن يكون هناك تدخل نعم لا يجب أن النقابات توجيه الفنانة ويرسل الوزارة على هذا الأساس لكي يكون الفنانة في التعضودي أو في التعضودي نتمنى أن يكون الوضوح شامل لكي يجب أن الفنان يعرف رسوله حقوق المجاورة حقوق المجاورة وحقق التألف شاءت الأقدر أن وزارة التقافة تكون وصية على هذا المكتب فإذا به أنه بعدما صدر مشروع قانون وذلك الشيء داس في البرلمان وربما رأى داس في البرلمان تنظن وقاله صادق عليه أو لا ربما رأى صادق عليه فعلا ولكن كان بعض البنود فيه يجب أن يكون منسجمين مع الفنان لا يجب أن يكون منسجمين مع الفنان بالنسبة للفنان أنه يجب أن القانون يكون تناسبه أن القانون التي تضعها أولا تضعها بدون مشاورة وليس لتنظرها بالنقابات والناس المعنيين على الميداد الفني فهذا أنه يجب أن يكون جمعا بما بين نقابات الفنية ومن شرائعها والفنان يحضروا ويتناقش هذا القانون على صيغة ومسائل وفي الساعة إلى صدقه عليه كانت توافقه وتراضي عليه فإذا كانت مشكلة يدوس في برلمان الصدقه عليه ولكن كي يدوس بصرعة فائقة بدون المشاوارات وهذا في حقيقة كان لبس وباقي الصراع بين النقابات والوزارة والبرلمان وفي الحقيقة لأن النقابات لا يوجد مشكلة أن يتلغى لأنه يتلغى ويتعود ويتنقش من جديد ويتصادق على القوانين يكونوا منساجمين ومناسبين على الصعيد الوطني وفي الحقيقة كان هناك أحد الخرق كيف يعقل أن الأشياء تدوز حسيمسي تتنسيق أمه الفنان حتى يساك الخبار تأتي عنده أحد يقول لك ويقول لك كذا وكذا وكذا ويقول لك كيف أشياء ويقول لك كيف أشياء ولا يدري من الله ويقول لك كيف أشياء ويقول لك كيف أشياء يقول لك هذا الشباب اللي تتجع لفن وموسيقى هل ما نصيحة منك؟ أولا وقع بلدك كل شيء هي الأغنية العامة الفقارية هي الكلام كلمة كل شيء يتجع لغة تبنيها كلمة الكلمة ستكون كلمة نقية يعني كين واحد الموضوع هادف فهمتي لأن الفن رسالة واشغا يتوصل واحد الرسالة لواحد الجمهور خصت كل كلمة نقية وعنده واحد الموضوع عنده واحد الهداف فهمتي لها بداية ونهاية وكلام ناقي ومكتب جميل فهمتيني أما باش تجي وتبدأ غير تتخلط في الكلام تتحيطر في الكلام بعد الكلام يعني تقول الأغنية الأساسية الرئيسية والكلام بعد الكلام كان اللحن ما هو اللحن هو المرتوب وتصوب الشراجة ومتتزين وتصوب الضاية الدورة تتلحن ذلك الكلام بعد الكلام تتقلب على الصوت الملائم ذلك اللحن وذلك الكلام الذي سيؤديه فهذا كله يبغيه على أن الفنان الذي سيبدأ وهذه رسالة للشباب أنهم يحاولوا يقلبوا على الكلام وعلى اللحن جميل خفيف ضريف فهمتي ويبصل لأن كل شيء جميل إلا ومحبوب هو يقلبوا يقلبوا ترغبوا ازدف هاتك شيء أضف يضرب الراس كيف قال الموسيقى الكبير محمد عبد الوهاب سوئوا له هذه الموسيقى الشبابية قالوا إنه ضجيج منتظم ولكن نرى كل زمان وكل عصر عمواليه لقد انتهى هذا الوقت هذا الشباب وكان ذلك لا يمكن أن نكون أنا كناقيد الأغنية الشبابية بالعكس، أنا أضع الأغنية الشبابية لأنه يوجد الكثير من المغنيات الشبابية سوف نخطيها سوف نخطيها لا يوجد الأغنية الشبابية ولكن كلام كلام نقي لا يوجد كلام عشوائي ويجب أن يكون مغنيات كلام ضروري يكون مغنيات ويكون مغنيات لماذا الظاهرة الغيوانية تبقى تناجحة؟ لأنه يوجد كلام المغنيات كلام المغنيات يكون مغنيات تتحدث على مواضيع مغنيات ومواضيع هادفة وحساسة لا تقوم بإمكانك تدقى لا تقوم بإمكانك نعم سيدة كذلك الله يبرك فيك بوجودك وأنفسك كذلك وكان حوار معك خاص ولا أنفسك ولكن عندما اختتموا اختتموا معك موسيقى 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 كلمات دي لدوش حزوينين وحلوين ولا حن جميل دي هذه أغنية إن شاء الله رأخ تدام فيها إن شاء الله إن شاء الله تحيتي لي ونورت هنا ونورت هنا على الأنفس شكرا لكم كذلك